لأنني منه دورة انتخابية وجاي أبدي بدورة جديدة غير أعرض لهم الإنجازات بس أنت رايح مخيمات هسه رايح بوظيفتي وأبقى أروح بوظيفتي ولكن ما أدخل رحت في وقت مخيمات شكوا بيها احنا نعتب على اللي ما رايح أساسا للمخيمات وهسه يروح للمخيمات هسه وبعد أدخل للمخيمات ولكن ما أتكلم بالانتخابات قطعا عيب أصلا عيب على أي سياسي يدخل للمخيمات ويتكلم على الانتخابات غير تعرض إنجازاتك السابقة إنجازاتك السابقة طلعتهم من بيوتهم قاعدتهم بالخيم وتريد منهم ينتخبونك النوم يعني فمخجلة جدا أن تتكلم مع الناس وهم في المخيمات على الانتخابات يرجعون لبيوتهم ممكن وتقولهم هاي مشكلة عامة وداعش وصار اللي صار أما هم بالمخيم ويوم عنده نفط ويوم ما عنده ويوم عنده أكل ويوم ما عنده ويوم ابنه مريض وهذه الأسعافات ما لتتدري بين السائبات يودين هاي قصة صعبة تجي تتكلمين موقف هذا سجلو على جاسم العطية ترجمة نانسي قنقر